تعريف سارفي بارادا تاشنان الحلقة 354 من سلسلة الموسوعة السياسية التاريخية السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات سارفي بارادا تاشنان سياسي هندي ولد في مدرس بدأ أستاذا جامعيا للفلسفة والاديان المطارنة في مدرس أولا ثم في أورسفورد 1930 ميلادي أصبح في سنة 1939 ميلادي عام جامعة بيناراس وترأس من سنة 1946 حتى 1952 ميلادي البعث الهندية لدى منظمة اليونيسكو ومن سنة 1949 حتى سنة 1951 ميلادي عين سافيا لبلاده في مصر انتخب سنة 1952 ميلادي نائبا لرئيس الجمهورية الهندية ثم رئيسا للجمهورية من سنة 1962 وحتى 1967 ميلادي عبر هذا السياسي الهندي عن أفكار قريبة من أفكار تادور ودانيدي في العديد من مؤلفاته وأهمها النظر الهندية للحياة 1927 ميلادي والدين والمجتمع 1947 ميلادي والشرط والغرب 1956 ميلادي وهو يعمل بنشاط من أجل السلام العالمي وقف مواقف مؤيدة للعرب عمتا وللقضية فلسطينية خاصة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إننا تحميد مجيد